الرحمن الرحيم نشكر الأخ المحافظ ويادة المجلس المحلي وأنا سعيد اليوم بزيارتي للخوخة مركز محافظة الحديدة في المناطق المحررة هو سعيد بما شاهد تم تقدم في عملية بناء المستشفى مستشفى الشيخ محمد بن زايد وجمع التربوي وإن شاء الله نولي المنطقة كل الرعاية والدعم بما فيها موعدنا بمشروع الكهرباء قادم وفقطت دراسات اللازمة لنجاح المشروع لأنه أي مشروع يحتاج دراسة وكلفة وتقديرات وإذا في أي مستثمرين أو شركاء محلين يريدوا أن يدخلوا في هذا المشروع مشروع تطوير الكهرباء ممكن أن يدخلوا مساهمة في هذا المشروع بحيث أنه ما يكونش حكر على جهام معينة أو على مستثمر معينة وعلى كده مفتوح للناس كلهم الأبناء المنطقة نحن نتابع بشكل مستمر الدكتور حسن طائر والدكتور حسن نحتاج يكون معنا ملف خاص بالجامعة لتطويرها ونحن نتبنى هذا الملف نشتي أولويات مخططات أرض خصصوا لنا هذا الأشياء وترفع لي وإن شاء الله ما يلكم إلا الخير إن شاء الله وإن شاء الله تكون من أكبر الجامعة يعني عندنا طموح كبير مراحل مراحل نعملها أربع خامس مراحل نبدأ ثلاث أربع كليات لكن خصصوا حرم جامعي يكفي للتوسع كبير مش معنا بنشدك هكي نبني جامعة نبني جامعة محترمة وإن شاء الله أنه المناطق حتى غير المحرارة جوا يدرسوا في هذا الجامعة الذي لا يريدوا أن يخضعوا لتعليم الحوثي ولدورات الحوثية الثقافية والإرهابية والعسكرية ومخيمات الصيفية إن شاء الله أنهم يدرسواها أنا عندكم لكن عدوا لنا المشروع متكامل ويابع عليكم لو نديها من مرتبات المقاومة ما عندنا مشكلات التعليم عندنا شيء أساسي سواء كان تعليم أساسي ثانوي جامعي مهم جدا ومعركتنا مع الحوثي مستمرة سواء بالسلاح أو بالوعي أو بالتنمية معركتنا مستمرة وأنتم متابعين ناحية الجاهزية العسكرية شغالة تمام البناء والتنمية إن شاء الله تمام حتى الحوثي تجدوا ما يصيح إلا من أش من الساحل الغربي من قوة الساحل الغربي وأصبح في تخبط وهستيريا يعني خلال الأسبوع هذا يعلن أسمى واحد يشتغل في المقاومة حارس واحد كذا قال أربعمية هذا جاسف هذا كذا أسمى ما هوش داري بها بس هو دائما يحاول اختراق المناطق هذه بشكل مستمر ولو لا الوعي الموجود الذي أصبح لدى المجتمع ولدى القوات ولدى الجانب الأمني إن العبوات كل يوم في الخوخة في عيس في المخار باب المندة في كل مكان هذا شغله هو يوظف القاعدة ويوظف داعش ويوظف بعض العناصر المريضة والمرتزقة لصالح أجندته ويهم إقلاق الأمن والسكينة ومنع أي تنمية وأي استقرار في المناطق الغير محررة ويدعي أن المناطق التي يحكمها هي المناطق الآمنة رغم أنه يحكم بالقمع بقوة السلاح وتكميم الأفواه بحبس الناس بنهب ممتلكاتهم ونلاحظ ما يحصل في تهاما من نهب من الممتلكات وتجريف العراضي وتهجير القرى هذا سياسة الأئمة منذ مئة سنة ما هي السياسة جديدة ولا هو جاب كتلوا الجديد اللهم أنه لبسوا فب جديد جاب عمام السوداء غير العمامة البيضاء هذا شغله الحوثي في هذه المرحلة أنتو كأساتد الجامعة مهمتكم كبيرهم مش داخل الجامعة داخل المجتمع في الحارة في العرس في الموت في الذا الكلمة تؤثر والوعي يؤثر الشعة اللي يصدرها الحوثي مسؤولية كل مواطن وكل واعي وكل مثقف وكل دكتور وكل أستاذ أنه يحاربها يعني من المعيب في حقنا كقيادات مجتمعية وأساتد الجامعة أنه نتداول الشائعات اللي بيرويجها الحوثي نعرف أنه أول ما تجي هذا الشعة من حسابات الحوثيين سواء القنوات أو المواقع الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي نعرف أنه كذب أنه لها هدف الآن ما أعرف كيف يتهمنا يرجع يتهم النوب إسرائيل أمريكا أنا في حالة حرب أنا وأنت ولا يوجد اتفاق شامل لليمنيين يحل مشكلة اليمن بشكل عام يوضعها في النصاب الصحيح الحل العادل والشامل الذي يعطي كل اليمنين حقوقهم ويعودوا الناس إلى صندوق الإكتراع مش سيدي وولاية فقي وعمام السوداء والطام وضاء وجلد وحج للنجف هذا ماهيش مش في مبادئنا ولا في ثقافتنا ولا في عقيدة نحن اليمنين فالمعركة مستمرة مع الحوثيين ونحتاج وعي كل الناس في مواجهتها ودعمنا العملية التعليم الآن ببناء المجمعات التربوية وإن شاء الله أنه تتطور في أكثر من مديريه إلا للاهتمامنا بالتعليم وأنه يخرج جيل متعلم جيل فاهم حضارته تاريخه عقيدته أي شا الذي بيسهل على الأئمة هولا والحوثيين والمشروع الإيراني أنه غزى هذا المناطق الجهل الجهل بيساعد الناس بيجي يدعين لو لا السيد العلم ولولا آل البيت ولولا هذا المذهب الاثنى عشري واللي يقادم الثورة الخمينية عند الناس خلاص ما يدخلوش الجنة العبادة هي لله خالصا الله ما يحتاج وصيد هل يحتاج وصيد قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا نشتي وصيد مع أدخل الجنة الله بفلاء فهذا ما يحاولوا تجهيل الشعب تجهيل الناس ويخلوهم أي سيدي قال سيدي وهذا الذي بنقاومه وهذا الذي خرجنا من أجله من أجل الحرية من أجل الخرامة من أجل أن كل مواطن يحصل على حقه تمنى أن تكونوا جاهزين بخطتكم في هذه الجامعة وإحنا ما هو علينا نكشروا من هذا العين قبل هذا العين